مرحبا بكم أحباء المشاهدين في فقرة جديدة من كهرمان فقرة اليوم من بوصف عاصمة النروج ورح نتكلم بها عن أحدى التقنيات الليزر واللي هي علاج لأغلب مشاكل البشرة والجسم لكل من يعاني من آثار للعمليات والتشققات آثار الحبوب والندب اللي موجودة بالجسم أو الوجه وغيرها من المشاكل اللي رح أسألكلكم عليها خليكم ويانا مرحبا ميادة أهلا نيرا مرحب حبيبتي اليوم رح تكونوا يا ميادة أخذتنا بجولة سريعة ومنها رح أسألها أنه هل أنت استخدمت تقنيات الليزرية سابقا استخدمت جهاز الكانديلا حسيت أنه كلش مفيد جهاز الكانديلا هو للجسم أكثر أي بس بصراحة ما استمرت عليه فطبعا أي جهاز ما تستمرين عليها رح تحسين أنه أكو ما تحسين بالنتيجة نفسها بالضبط فبس هذا الجهاز اللي استخدمته ما استخدمت غير جهاز تعقيدا على كلام ميادة من المهم جدا أي جلسة تستخدمها بعض هاتف يصرفون مبالغ كثيرة صح فتجي تسوي أول جلسة ممكن تسوي ثاني جلسة بعدين يصير عندها بعض الظروف أو إنها تتماهل لأن ما حسنت بنتيجة جيدة جدا نقول هذا الجهاز موزي ما هو هذا اليسار وياي ولازم أعطوه هذا شيء كلش غلط لازم الاستمرارية العلاجية حتى إحنا نحس بنتيجة خلوة بالنسبة للتنظيف هل تنظفين بمراكز التجميل تنظيف عميق للبشرة أم أنو تتنظفين البشرة بالبيت ما صادفت ولا مرة نطفت بمراكز تجميل يعني جدا متخوفة حتى من الكريمات أنا على فكرة نحسة وأتخوف يعني أخاف بس أجرب اللي هو التقشير العادي بالبيت أسوي بين فترة وفترة أسوي تقشير اللي هو القهوة ويا السكر ويا العسل يطي ترتيب جدا مفيد يعني جدا أحس بشرتي تصير بيها مثل انت عاشة شكراً عليك ميادة حبيب شكراً ميرا وإن شاء الله نخليش تجربين أجهزة للزريعة والترتيب إن شاء الله أحاول تقنية تقنية كلش مفيدة للبشرة مثل ما قلنا أهمها أنه كثير من النساء يعملون عمليات إن كان عمليات تجميلية أو جراحية ولهذا تبقى بعض الآثار بالجسم وهذا ما يزعجنا هذه تعمل على جلسات ممكن أربع إلى خمس جلسات حيث عن عمق ولون خلنا نقول العملية ولهذا رح يتم إزالة فهو أيضا بالنسبة للتشقوقات بالجسم رح يعمل على إخفاها بشكل تدريجي أما بالنسبة للندب والحفر اللي موجودة بالوجه فتعمل أيضا على نظارة للبشرة بشكل جدا جدا ملحوب حتى أكثر من الجسم أما بالنسبة للتصبغار كثير من النساء يعنون من التصبغار آثار حروق الشمس وغيرها من مشاكل البشرة فهذا التقنية هي مفيدة جدا حتى المسامة الواسعة فممكن أنه نحس بنتيجة جدا سريعة ممكن جلسين إلى ثلاث جلسات أما بالنسبة للعماء يعني المشاكل العميقة اللي تكون بالبشرة فتحتاج ممكن خمس إلى ست جلسات بالنسبة للتقنيات الأخرى أحيانا لما نسوي تقشير كيميائي أو أجهزة ليزرية فرح نحتاج إلى مدة علاج تتراوح تقريبا شهر أو ثلاث أسابيع رح تكون البشرة تقريبا متحرقة وتكون جدا تعبانة أما تقنية فركشنال سيو تو فهي تحتاج خمس أيام إلى أسبوع وتحس إحنا البشرة تبدي تتقشر وتكون بشكل جدا نظر أما بالنسبة لفترة الجلسة فهي تحتاج إذا كانت الوجه أو إذا كانت الجسم فتتراوح من ربع ساعة إلى عشرين خمس وعشرين دقيقة فيكون وقتها قصير جدا رح نحس بنادبات بالبشرة وهي حروق بسيطة لكن يتم من خلالها إنتاج مادة الكولاجين وتحفيز مادة الكولاجين ولهذا رح يكون أكون نظارة جدا منحوظة على البشرة كيف تتم عملية أول شيء تتنظف وبعدين ينحط البنج لمدة تتراوح إلى نص ساعة أو عشرين دقيقة أو أكثر وبعدها تبدي الجلسة جلسة جدا مفيدة وأني أنصحكم بها خلينا هسا نروح إلى النصائح الأخيرة ونشوف البنات شون اللي يسووا لنظارة بشرتين مرحبا ما عدتك؟ أعمل، شكرا أرى أن طمعتك شكرا رائعة، شكرا أكثر كيف تتنظم بشرتين؟ أنا لا أكون بمعاركة حينها لم أكن لديه محطة حينها تنظم بشرتين قبل أن تنظم بشرتين قبل أن تنظم بشرتين بشرتين مرتب أحيانا قليلا تستخدم مكاوب لا تستخدم مكاوب المواد الطبيعية ما يؤثر على البشرة تماماً هاي ديار، أبداً؟ واي بشرة،؟ كيف روح؟ ـ نعم، كيف بدأ تخطي باستخدام؟ لست مخفوط تخضير بشرتك، صح؟ من الأشياء اللي قالو هو اللي سألتهم أنو هما كيف يعتنون ببشرتهم فمن الأشياء أنو هي صح تستخدم ميكوب لكن من الأساسيات أنه هي تخصل بشرتها بغسول طبيعي وأيضاً بعدها تحط الكريم المرتب لبشرتك حكوة هل تذهب إلى أي مجلسة لفعل ديب كلينسة؟ لا لا كيف حالك؟ أما البنوتة الثانية فقالت أنه أمي جدا تعتيني أنه أنا أخلي واق الشمس والمرطبات وأحيانا نادرا أنه تخلي الميكب لكن تستخدم واق الشمس حتى ما يصر عندها بعض التصبغات وأيضا بعض التجاعيد الخفيفة أيضا من المهم جدا أنه أنت ما تستخدمين نفس الكريم التي تستخدمها صديقتش لأنها ينفع وإلاك ما ينفع أعتقد أنه يجب أنني جيدا مرحباً! مرحباً! كيف حالك؟ بخير أرجو أن أسألكم كيف تنفع بك بك؟ ما تستخدمين؟ أشخاص بك بك بسطنانية وأشخاص بك بسطنانية حتى أن نفع بك بأسفة أعرف أن البشر الأوروبية يكون الشعر عندهم يكون خفيف جدا وهذا أنه لا يستخدم الأجهزة اللازرية أما بالنسبة للتنظيف البشرة فهم مهم جداً أنه ما يخلون الميكوب أبداً على بشرتهم رغم أنه نشوف أنه بشرتهم هي بدون بيكوب لكن بالحقيقة هم يستخدمون كريم أساس وباودر وماسكارا وقليل من الحمراء اللي هي تكون فاتحة جداً لكن يهتمون أنه يستخدمون مواد طبيعية أحياناً يستخدمون جل الألوفيرا للترطيب البشرة جل الألوفيرا هو مهم للبشرة والشعر ممكن أنه يستخدمونه كمنتج طبيعي أو أنه يشترونه من الصيدليات ومفيد جداً وبعد ما سألنا مجموعة من البنات كيف يهتمون ببشرتهم شفنا أن الأغلبية استخدامهم جداً بسيط طبعاً ما يروحون لمراكز التجميع لتنظيف عميق أو ما يستخدمون الليزر لأن بشرتهم هو أصلاً الشعر مالتهم خفيف وبشرتهم تكون بيها نظارة لكن الأساس أنه يغسلون بشرتهم قبل ما ينامون ويستخدمون مرتب المناسب طبعاً إحنا شفنا أنه أخذناكم اليوم الجولة ويانا للمدينة وإلى البارك فشفنا أنه الأجواء مجنونة شوية هنا ببصل الصيف معروف بأنه هس شمس بعدين غيم بعدين ترجع شمس فهس إحنا شوية الأجواء غيمة ممكن أنها تنطر فخلينا نوصل لختم فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله استفاديت واستمتعتوا ويانا بالتقنية الليزرية اللي تكلمنا عنها وأيضاً بالنصائح والماسكات اللي انطيناها وأشوفكم فقرات ثانية باي باي اشتركوا في القناة